شادية لما غنت ناسدنا الحكومة وصباحنا قرايب ناسدنا الحكومة وصباحنا حبايل كانت بتتكلم عن حقيقة حصلت وما زالت بتحصل بين الفن والسياسة علاقة مشبوهة جمعت بينهم وكان نتيجتها زواج معلن لبعض الفنانات وسر الأغلبهم من أشهر الحكايات دي فصت حب الملك فاروق للممثلة اليهودية لليان كوهين والمعروفة باسم كاميليا ربطت بين الملك وكاميليا علاقة سرية وفضلت لحد ما توفت كاميليا في حدث طيارة غامض ولأن الملك ما بيضيعش وقت ارتبط بعدها بالفنانة سامية جمال وحبيته سامية لدرجة إنها أنهت علاقتها بفريد الأطرش وعلى نفس نهج الملك ميشي رئيس الدواني الملكي في عهده أحمد حسنين داشا اللي جمعته قصة حب ملتهبة مع الفنانة أسمهان أخت فريد الأطرش لكن الغريبة برضو إنها ماتت في ظروف غمضة سنة 1944 وفي الخمسينات تزوجت الفنانة ليلى مراد من وجيه أبازة ابن عام الفنان رشج أبازة وواحد من الضباط الأحرار لكن جوازهم ما كانش معلن بنائر على رغبة أبازة اللي كان خايف زميله يعرفه بخبر جوازه من مطربة واستمر الزواج السري ليلى مراد ووجيه أبازة لمدة عام واحد بس تحية كاريوكا كمان كان ليها نصيب كبير من الزواج بمشاهير السياسة الزية السياسية الأولى كانت من حسين عاكف طيار الملك فاروق الخاص والتانية كانت واحد برضو من ضباط الملك وهو مصطفى كمال صدقي لكنها انفصلت عنه بعد اعتقاله سنة 1952 وفي الستينات استيقاظت مصر على خبر زواج المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع والراجل الثاني في مصر من ممثلة الإغراء نفيسة عبد الحميد والمعروفة باسم الفنينة برلانتي الرئيس عبد النصر حاول يمنع الجوازة لكن المشير أصر على الزواج بعد ما حط برلانتي في اختبارات كتير وطلب منها الابتعاد عن الفن وفعلا عملت كده وفضلت معاه لحد ما مات مسموم في الإقامة الجبرية في الستينات بقى انتشرت شائعات عن رجل المخابرات الشهير والمخيف صلاح نصر وعن علاقته بممثلة مغمورة اسمها اعتماد خرشد وفضل الموضوع عبارة عن شائعات لحد التمانينات لما خرجت خرشد للإعلام ورود في كتوبها قصة جوازهم الغريبة أما في عهد الرئيس مبارك فكان خبر الزواج من فنانة أمر محزور ويتهزله عرش السلطة ومن الزجاج دي زواج الفنانة نبيل عبيد من المستشار السياسي للرئيس مبارك أسامة الباز واللي ظل زواجهم سري وغير معلن لحد ما قامت صورة 25 يناير سنة 2011 وأعلنت نبيل بنفسها الخبر ده في الإعلام ومن قصص الحب اللي قضت على أصحابها فصت الفنانة اللبنانية سوزان تاميم وعلاقتها بالسياسي هشام طلعت مصطفى واللي انتهت بقتلها على إيد الزابط محسن السكري مقابل 2 مليون جنيه وتم حفص رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد تحريضه على قتلها انتآمن منها بسبب رفضها الجواز منه حكايات كتير كانت ومازالت لسه مستمرة نهايات اتكتبت ونهايات لسه ما تحددش مصرها لكن الأكيد إن زواج الفن والسلطة زي ما بيفتح الباب للحب بيفتح الباب للدم